طلاب الصف الخامس الابتدائي السلام عليكم ورحمة الله وأهلا بكم معي وأول دروس الترمى الثاني وأول دروس الموضوع الأول اللي بعنوان السوق المصري وهو درس البرصة المصرية استيقظ سليمان باكرا يعني سليمان صحي الصبح بدري فرحا سعيدا في يوم إجازته كان صحي فرحان أوي في يوم الأجازة بتاعته ليه أولاد استعدادا لخروجه مع والده لشراء ملابس جديدة كما وعده أبو علشان في اليوم ده كان هيصحي بدري علشان بيه يستعد لخروجه مع بابا يشتري له لبس جديد زي ما بابا وعده علشان كده كان إيه كان فرحان وبعد أن تناول فطوره ارتدى ملابسه وبعد ما فطر يا أولاد إيه اللي حصل ارتدى ملابسه واستحبه معه والده يعني وبابا أخده معاه فين لأحد ميادين وسط القاهرة للشراء من محال للملابس الموجودة هناك طبعا محال لدي أولاد جمع مفردها محل يبقى بابا خده وراحه لأحد ميادين وسط القاهرة علشان يشتروا اللبس من إيه من هناك يبقى إلى أين استحب الوالد وابنه فين يا أولاد لأحد ميادين وسط القاهرة طب لماذا؟ للشراء من محال للملابس الموجودة هناك بعد كده يا أولاد في أثناء المشي وقف سليمان فجأة أمام أحد الأبراج العالية لشركة عملاقة وسليمان ماشي مع باباه فجأة وقف قدام برج كبير جدا لشركة عملاقة يعني شركة ضخمة ونظر إليه ولمعت عيناه يعني كان في حالة اندهاش وقال لأبيه يا أبي انظر إلى هذه الشركة يبدو أنها شركة ضخمة بيقول لي باباه بص كده للشركة دي شكلها كبير أوي أتمنى حين أكبر أن تكون لدي شركة مثلها أو أكون شريكا فيها بيقول له بتمنى أن لما أكبر يبقى عندي شركة زيها أو أكون واحد من أصحاب هذه الشركة هل يمكن أن يتحقق هذا الحلم يا أبي؟ هو ممكن يا أبي الحلم ده يتحقق طبعا ابتسم الأب وقال سليمان أنت شريك بالفعل يبقى باباه ابتسم وقال له إيه يا أولاد أنت شريك بالفعل يعني أنت فعلا من أصحاب الشركة دي فلقد اشتريت لأسرتنا عددا من الأسهم فيها يعني اشتريت للأسرة بتاعتنا عدد من الأسهم يعني عدد من اللي هو أسهم يعني جزء أجزاء من الشركة دي إن هي ملك لينة طبعا اتسعت عينا سليمان يعني كان في حالة اندهاش وقال مندهشا حقا يا أبي نحن شركاء فيها؟ يعني فعلا يا أبي إحنا من أصحاب الشركة دي وماذا تعني كلمة أسهم؟ بيقول له يعني إيه كلمة أسهم؟ الأب قال له إيه تعال يا سليمان لنتمشى معا إلى مكان ونبدأ منه حكايتنا تعال نتمشى ونروح لمكان وبعدين هحكي لك الحكاية بتاعتنا دي يبقى لو جاهنا سؤال يا أولاد ويقول كيف أصبح سليمان شريكا في شركة عملاقة وهو صغير السن؟ إزاي سليمان هو طفل صغير؟ أصبح من أصحاب الشركة كبيرة زي دي إزاي؟ طبعا لأن آباه قد اشترى أسهما أو عددا من الأسهم فيها بعد كده يا أولاد مشى الأب مع ابنه ممسكا بيده يعني فضل ماشي ممسك ابنه ممشين وكان سليمان يطول أرض طيا في الطريق الذي كان يمشيان فيه يعني يا أولاد كان ماشي بسرعة في الطريق الذي كان يمشيان فيه يطول أرض طيا يعني يمشي بسرعة وهو لا يعلم إلى أين سيستحبه والده وهو مش عارف بابا موديه فين حتى وقف أمام مبنى قديم لحد ما وفق دم مبنى أديم كده مكتوب عليه بخط عربي جميل البورسة المصرية مكتوب على المبنى الأديم ذا بخط جميل يا أولاد البورسة المصرية الأبو من هنا نبدأ حكايتنا يعني هحكي لك بقى الحكاية من دلوقتي كان هناك عدد من التجار كان فيه مجموعة من التجار قرروا إنشاء سوق لبيع وشراء القطن المصري كان فيه مجموعة من التجار قرروا ينشئهم سوق يبيعوا ويشتروا فيه القطن الأولاد المصري وكان ذلك بمدينة الإسكندرية عام 1883 ميلادية وسمي السوق في ذاك الوقت برصة القطن السوق ده في الوقت ده كان اسمه أولاد كان اسمه برصة القطن ثم تم نقله للقاهرة تحت مسمى البرصة المصرية يبقى أول ما أنشئ كان في مدينة الإسكندرية كان اسمه إيه برصة القطن طب لما تنقل للقاهرة بقى اسمه إيه البرصة المصرية على ألا تكون هذه البرصة خاصة بالقطن فقط وإنما بجميع البضائع المصرية غيروا اسمها ليه أولاد علشان ما عارتش خاصة بالقطن بس دول هيبيعوا فيها بضائع تانية البضائع المصرية البضائع المصرية كلها مش القطن بس علشان كنا سموها البرصة المصرية وكان هذا عام 1928 ميلادية بشارع الشريفين بوسط القاهرة كان سنة 1928 في شارع إيه أولاد الشريفين بوسط القاهرة وهي التي نقف أمامها الآن يعني هي دي البرصة اللي احنا وقفين قدامها دي الوقت طيب لو جايس قالنا ويقول بما كان يسمى سوق القطن المصري في عام 1883 ميلادية طبعا كان يسمى برصة القطن بعد كده يا أولاد إلا حصل سليمان معناه هذا أن البرصة سوق للبيع والشراء ولكن ماذا يبيعون ويشترون كده سليمان فيهم كلام بابا فبيسأله ده معناه أن البرصة عبارة عن سوق نبيع فيها ونشتريه طيب هم بيبيعوا يشتروا فيها في فيها إيه الآبو يبيعون ويشترون أسهما وسندات الأب قال لابنه إيه بيبيعوا يشتروا أسهم وسندات فتح سليمان فاهو متعجبا وقال أبي أنا أحتاج لأن أفهم أكثر أنا محتاج أفهم أكثر أنا مش فاهم أنت بتقول إيه إيه أسهم وسندات دي الأبو أي شركة يا بني تحتاج إلى أموال أي شركة بتحتاج لأي أولاد لأموال هذه الأموال تأتي من خلال بيع جزء من الشركة في شكل أنصبة وتسمى أسهما الأموال دي بتجي منين يا أولاد إحنا في الأول بنقول إن الشركة أي شركة بتحتاج فلوس طب الفلوس دي بتجي منين تأتي من خلال بيع جزء من الشركة بنبيع جزء يعني صاحب الشركة بيبيع جزء منها في شكل أنصبة الأنصبة يعني جزء نصيب يعني بيبقى نصيب مثلا أحمد اشترى جزء من الشركة الجزء ده بنسميه سهم يبقى الأنصبة دي بتسمى أسهم ونشتري نحن هذه الأسهم وبالتالي نصبح شركاء بالشركة نفسها بعد ما بنشتري جزء من الشركة في شكل أنصبة وبتسمى هذه الأنصبة أسهم بنبقى أصحاب أصحاب أسهم فبنبقى من أصحاب بنصبح من شركاء الشركة دي يعني من الناس اللي من أصحاب الشركة دي أو أنها تطلب أموالا أو أن الشركة دي بتطلب أموال يبقى إيه هو السهم يا أولاد أن شخص بيشتري جزء أو نصيب من الشركة فبالتالي بيبقى ليه فيها سهم السهم ده بيخليه واحد من أصحاب الشركة دي طيب ده بيسمى إيه؟ أسهم طيب أو أن هذه الشركة تطلب أموالا بشكل مباشر الشركة محتاجة فلوس فبتطلب أموال إيه اللي بيحصل بقى لما بتطلب أموال يقرضهم بعض الأشخاص المال شخص ما أو بعض الأشخاص بيسلفوا بيسلفوا الشركة اللي محتاجة فلوس دي فلوس مقابل إيه؟ مقابل أن الشخص ده بياخد ورقة مكتوب فيها أن هذه الشركة قد اقترضت يعني استلفت من فلان مبلغا وقدره وهذا ما يسمى بالسند يبقى تاني إيه هو السهم؟ إن أنا بروح لشركة بشتري جزء منها الجزء ده بيسمى إيه؟ سهم السهم ده بسببه ببقى من أصحاب الشركة ليه؟ ليه جزء في الشركة؟ طب إيه هو السند؟ إن الشركة بتطلب أموال بشكل مباشر الشركة محتاجة فلوس فيجي بعض الأشخاص يسلفها فلوس يسلف الشركة مقابل إن يجي ورقة مكتوب فيها إن الشركة دي أو إن فلان أو هذه الشركة قد اقترضت يعني استلفت من فلان مبلغ وقدره كذا وده بيسمى إيه؟ أولاد السند يعني السند إن شخص بيسلف الشركة أموال مقابل ورقة بتتكتب ده بيسمى السند أما السهم فحد بيشتري جزء من شركة يبقى لو جاب لي هنا سؤال وقال لي في البرصة المصرية نبيع ونشتري نقط نبيع ونشتري إيه؟ نبيع ونشتري أسهما وسندات الفقر اللي بعد كده سليمان بدأت أفهم يا أبي وهذا يعني أنك اشتريت أسهما في الشركة العملاقة التي رأيناها منذ قليل وسيصبح معنا أموال كثيرة يعني بيقول له أنا فهمتي بدأت أفهم يا أبي أنك اشتريت أسهم في الشركة العملاقة وبعد كده هيصبح معنا فلوس كتير الأبو لا تتعجل يا سليمان ما تستعجلش يا سليمان ما تتصرعش يعني فهناك كثير من الأمور هي التي تحدد المكسب أو الخسارة بيقول له فيه أمور كتيرة هي اللي بتحدد لنا المكسب والخسارة سليمان ما هذه الأمور يا أبي اللي بيخلينا نكسب ونخسر الأبو ما يحدد مكسب وخسارة الشركة هما العرض والطلب إيه هو العرض والطلب ومعناهما أن هناك زيادة في الأسهم وقلة في عدد الأفراد الذين يشترون هذه الأسهم لما يكون عندي زيادة في الأسهم والناس اللي هتشتري الأسهم دي أليلة فيقل سعر السهم أو يقل عدد الأسهم ويزيد عدد الأفراد الذين يريدون الشراء فيرتفع سعر السهم يعني لو فيه شركة موجود فيها زيادة في عدد الأسهم لكن الناس اللي هتشتري أليلة سعر السهم هيزيد سليمان سأصبح شريكا في أهم شركات مصر الأبو ضاحكا هيا يا شريك الصغير فالمحال اللي هي جمع كلمة محل أو شكت يعني قاربت أن تغلق ونريد شراء ملابسك الجديدة يعني بيضحك معاه بيقوله يلا يا شريك الصغير المحلات يعني أو شكت يعني قربت أنها تقفل وإحنا عايزين نشتري لك لبس جديد يعني كده مش هنلحق طيب ما الذي يحدد مكسب الشركة وخسارتها يا أولاد لما يجينا سؤال بيقول كده نقوله إيه أن أو هما العرض والطلب درس جميل ويريت نكون فهمناها مع بعض نجيب بعد كده للكلمة ومعنىها استحبه رافقه عملاقة ضخمة لمعت عيناه المراد ظهرت فيه ما الدهشة شريكا أي من هو الشريك يا أولاد من له نصيب في الشيء كالمنزل أو الشركة مندهشا متعجبا أو متحيرا يطول أرض طيا أن يمشي بسرعة فاه فمه يقرض يسلف غيره اقترضت استلفت قدره قيمته السند هو ورقة تثبت حق الطرفين يعني اللي سلف واللي استلف اللي خد الفلوس واللي أعطى الفلوس تتعجل تتسرع تحدد تعين أو شكت قاربت بعد كلا الكلمة ومضادها باكرا متأخرا فرحا حزينا ارتدى خلعا استحبه فارقه عملاقة ضئيلة ابتسم عبسة يعني كشر اشتريت بعت اتسعت ضاقة خاصة عامة يقرض يستلف أو يقترض عفوا اقترضت سلفت تتعجل تتمهل المكسب الخسارة زيادة نقصان يزيد ينقص يرتفع ينخفض ضاحكا باكيا المفرد وجمع شركة شركات الحلم الأحلام شريك شركاء مكان أماكن وأمكنة الأرض الأراضي الأراضي الطريق الطرق مبنى مبان سوق أسواق جزء أجزاء المكسب المكاسب الخسارة الخسائر سعر أسعار الجمع مفرد ملابس ملبس ميادين ميدان ميدان محل محل الأبراج البرج السهم الأسهم السهم التجار التاجر البضائع البضاعة الأموال المال أنصبة نصيب ودلوقتي يا أولاد نيجي لحل أسئلة الدرس بيقولي النشاط الأول استمع إلى الفقرة ثم أجب استيقظ سليمان باكرا فرحا سعيدا في يوم إجازته استعدادا لخروجه مع والده لشراء ملابس جديدة كما وعده أبوه وبعد أن تناول فطوره ارتدى ملابسه واستحبه والده لأحد ميادين وسط القاهرة للشراء من محال للملابس الموجودة هناك في أثناء المشي وقف سليمان فجأة أمام أحد الأبراج العالية لشركة عملاقة ونظر إليه ولمعت عيناه هنا بايا أولاد السؤال ألف اختر المعنى الصحيح لما تحته خط استحب والده يعني إيه أولاد جذبه قربه رافقه أم نقله برافو عليكم رافقه نيجي الباء ضع علامة صح أمام العبارة الصحيحة أو خطأ ضع علامة صح أو خطأ أمام العبارة الآتية لمعت عينا سليمان عندما وقف أمام برج القاهرة برافو عليكم الإجابة خاطئة طيب صف شعور سليمان عند استيقاظه كان شعور إيه لما صح من النوم برافو عليكم كان فرحا سعيدا طيب إلى أين استحب الوالد سليمان طبعا يا أولاد كان فرحا سعيدا طيب إلى أين استحب الوالد سليمان ولماذا طبعا يا أولاد لأحد ميادين وسط القاهرة لشراء ملابس جديدة طيب اختر الصواب يفحص الطبيب المريضة بالسماعة الأولى ولا التانية مين فيهم الصحة ومن الغلط برافو عليكم بالسماعة لأن الكلمة بتبتلي بالألف واللام أنا هشبك الباء ليه أحزف الألف كده غلط يبقى الباء تشبك في الألف إلا إن هي الألف واللام أجيب الباء قبلهم النشاط الثاني استمع إلى الفقرة ثم أجيب مشى الأب مع ابنه ممسكا بيده وكان سليمان يطول أرضطية في الطريق الذي كان يمشيان فيه وهو لا يعلم إلى أين سيستحبه والده حتى وقف أمام مبنى قديم مكتوب عليه بخط عربي جميل البرصة المصرية الأبو من هنا نبدأ حكايتنا كان هناك عدد من التجار قرروا إنشاء سوق لبيع وشراء القطن المصري وكان ذلك بمدينة الإسكندرية سنة 1883 ميلادية زي ما قلنا وسمي السوق في ذاك الوقت برصة القطن ثم تم نقله للقاهرة تحت مسمى البرصة المصرية على ألا تكون هذه البرصة خاصة بالقطن فقط وإنما بجميع البضائع المصرية وكان هذا عام 1928 ميلادية بشارع الشريفين بوسط القاهرة هنا بيقول إيه أولاد اختر المرادة الصحيح لما تحته خط كان سليمان يطول الأرض طيا في الأرض يعني يجري يقفز يمشي بسرعة أم يتسابق برافو يمشي بسرعة طيب دع علامة صح أمام العبارة الصحيحة وعلامة خطأ أمام العبارة غير الصحيحة واحد تم إنشاء سوق القطن المصري في مدينة الفيوم برافو عليكم الإجابة خاطئة أم الأنشئ في مدينة إيه الإسكندرية اتنين كانت البرسة في القديم مختصة ببيع وشراء القطن برافو عليكم الإجابة صحيحة وبكنا يا أولاد نكون أنهينا درس اليوم إن شاء الله نلتقي في الدرس القادم